النهاردة بنقدم لكم حلقة خاصة من قصة بدر البدور حلقة خاصة بشهر رمضاني الكريم يلا بينا نبدأ حلقتنا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة للي مش مشترك واتفعلوا الجرس على إشعارات الكل ويلا بينا في بيت بدور اللي هو بيت العيلة بدور كانت دخلة على جدتها وبتصبح عليها جدتها كانت بتقول لها صباح الورد والياسمين يا بدار عاملة إيه يا قلب ستك الحمد لله يا تيتا وبدر عاملة معاك الحمد لله يا حبيبتي هو فيه زي حنية بدر ربنا يسعدكم يا رب أم الفين ماما وبقيت العيلة جدتها قالت جوا بيجهزوا الفطار يا بنتي النهاردة آخر جمعة وآخر يوم الفطار يوم جمعة في شعبان قبل رمضان وانتي عارفة مامتك ومرطات عمامك بيحبوا يعملوا فطار مختلف آه فعلا طب أنا هدخل ليهم واشوفهم بيعملوا ايه ماشي يا حبيبتي آه يا بدور مفيش أي حاجة جاء في السكة لسه يا تيتا دعواتك بدعيلك ان ربنا يرزقك بالزرية الصالحة انتي وبدر يا رب يا تيتا ودخلت عند مامتها ومرطات عمامها علشان تساعدهم في تحضير الاكل وبعد وقت طويل جدا الرجالة رجعوا من الصلاة والكل قاعد يفتر آخر فطار قبل رمضان وعم بدر وابو بدور كانوا بيقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير الكل قالوا انتم طيب وبخير وابو بدور كان بيقول لابو وامو كل سنة وانتم طيبين يا بابا وماما وتفضلوا معنا طول العمر بنورين حياتنا الكل قالوا يا رب ابو قال يا عايزنا نعيش اكتر من كده يا عبدالله كيف هي يا ابني احنا كبرنا الجد قالت ليه كده يا محمد العمر الطويل لك يا حبيبي وبدور قالت ليه كده يا جده البيت هنا ملوش طعم من غير وجودك ووجود تيتا ربنا يبارك في صحتكم ويخليكم لينا الكل قايت كلامها وخلص وقت الفطار والجد بتقول لهم كل حاجة جاهزة لاستقبال الشهر الكريم مامت بدور بتقول لها اي يا ماما احنا جدنا شوية حاجات وبدر قالها نكمل الباقي عشان مئدة الرحمن الجد قالت يعني مفيش حاجة هتحتاجوها علشان الجو حر ومش عايزين حد ينزل وهو صايم محمود ابو بدر قال ليه يا ام يعني الدنيا هتقف في رمضان ولا ايه ما هو لازم ننزل ونشتغل كأنها ايام عادية يعني ام قالت عارف يا دكتور بس انت اكيد عارف مرات اخوك عبدالله ومراتك بيقفوا كتير في المطبخ والأولاد محدش بيساعدهم محمود قال عارف ما هي نوها بتاخد أجازة من المستشفى علشان صحر متوقفش لوحدها ام قالت اه والله اللي اتنين حبايب يشايلين البيت من كله ومش محاسسين حد بأي حاجة ربنا يبرك لهم في أولادهم وصحتهم يا رب صحر بتقول لها يا ماما احنا لو عملنا قد كده مليون مرة مش هنكفيكم حقكم نوها ايدت كلامها وقالت يا ماما ده بيتنا اللي عمرنا ما حسنا فيه اننا دخلاء عليه عمرنا ما حسنا ان البيت ده غريب عننا بسبب حضرتك وبابا محمد ربنا يبرك لنا في صحتكم ويحفظكم لنا يا رب الكل قال يا رب الجد محمد قال انتو بناتنا اللي جايين من بيوت ناس محترمة وانتو أول فرحتنا جيت وجبت لنا الخير كله سواء انت أو صحر صحر قالت ربنا يبرك لك يا باب ده انتو الخير كله وبعد وقت الكل تلاشقتهم عادة صحر ونها حماتهم بتقولهم ايه مش هتطلعوا صحر قالت احنا هنجهز شوية حاجات كده علشان لو بكرة رمضان نبقى جهزين ونصح نامل الأكل على طول حماتها قالت ماشي يا حبيبتي وانا ده اخلى قراء قرآن هما النهاردة هيقولوا رمضان بكرة ولا بعد وصح ولا ايه نوها قالت اه يا ماما ان شاء الله حماتها قالت ان شاء الله على خير ابقوا نادو علي لما المفتي ييجي صحر قالت انا سمعت انها هتبقى قمسية دينية وبعدها هيقولوا حماتها قالت خلوا بالكم بقى وبقوا نادو علي اسمعها معاكم حاضر يا ماما الجدة دخلت وصحر بتقول لها اطلع ارتاحي وانا هكمل نوها قالت لا طبعا انا مش هسيبك غير لما نخلص صحر قالت لها حبيبتي ربنا يخليك اليها هو يخليك اليها يلا نخلص قبل معادي الامسية بقى انا عايز اسمع القرآن الشيخ اللي جاي صوته حلوة قوي اه فعلا صوته روع ماشي يلا يا حبيبتي دخلوا يكملوا لوراهم وبعد وقت الامسية اشتغلت والكل تجمع وابتدوا بقراءة القرآن وبعدها الشيخ تكلم عن فضاء الشهر رمضان وبعدها المفتي اعلن ان النهاردة المتمم لشهر الشعبان وبكرة اول يوم في الشهر الكريم بعدها ختموا الامسية بايات الزكر الحكيم الجد قفل التلفزيون وبيقولهم كل سنة ومتم طيبين وبخير يا حبيبي ربنا يجعلوا رمضان سعيد عليكم الكل قالوا حضرتك طيب ربنا يجعلوا يا بابا كريم علينا ان شاء الله ومبارك وعلى حبيبنا وعلى بلدنا بالخير واليومنا والبركات الكل قال يا رب والجد بتقولهم يلا بقى كل واحد يطلع شقته وانزله عالصحور نهة بتقولها ليه يا ماما هنقعد معاكم لحد الصحور الجد قالت لا يا دكتورة انتو من الصبح انت وصحر ما قاعدتوش واللي هيعمل الصحور لبنات الصغيرة واحدة من البنات بتقول لها ليه كده يا تيتا احنا زنبنا ايه وضحكوا كلهم الجد قالت مش زنبي يا حبيبتي بس حقهم يرتاحوا دول من الصبح مرتاحوش مش صحي ولا ايه البنت قالت صحي يا تيتا حاضر يا احلى عائلة في الدنيا كلها الكل طالع على شقته والجد بتقول ملك يا محمد حسنك تعبان فيك ايه الجد محمد قال لها ما فيش يا مارين بس شوية تعب في صدري حب اخد علاج بقال كتير مطنش وما باخدش العلاج بالله عليك يا محمد تاخد بالك من نفسك لو جرى لك حاجة انا هروح فيها ربنا احفظك لي يا رفيق الدربي يا اطيب واحدنا قلبي في الدنيا ويحفظك لي يا حبيب قلبي انا هقوم انزل اصلي العشاء والترويح واقعد شوية تحت في المسجد ربنا يتقبل منك صالح الاعمال يا رب منه ومنك يا رب الجد نزل والجدة كمان اتوضت وصلت العشاء وصلت الترويح وجه معاد الصحور والعيلة كلها نزلت اتصحرت سوا نسيبهم يتصحروا ونروح لمروان ونوال في بيت مروان نوال كانت واقفة بتجهز الصحور هي ودادة سعاد ومامة نوال اللي اصر مروان انهم ييجوا يحضروا معي رمضان ومع بنتهم بابا نوال كان رافض في الاول بس مع اسرار نوال ومروان وفقه نرجع بقى للمطبخ كانوا واقفين ونوال بتقول لها يا ماما طلعي ارتاحي وانا هكمل واخدي سوسو معاكي لا يا ستي انا اللي هعمل الفول بنفسي ابوكي بيحبه من ايدي ايوة بقى يا مرمو يا بختج يا ستي بص يا سوسو انا عايزة بقى شطرة ومروان يحب اكلنا كمان اش معنا ماما وضحكوا كلهم من عيون سوسو هخليكي اشطر مننا نفسي ويلا بقى نخلص الصحور علشان الفجر قرب وحضر الصحور وقعدوا يتصحروا نسيبهم الروح لمكان تاني في فيلا ياسين التهامي رقايا كانت واقفة على السلم وبتركب زينة رمضان وياسين رجع من شغله لقاها واقفة بتعلق الزينة وبتعلق فانوس رمضان كان بيدحك وبيقول لها بتعملي ايه اخرة صبري ايه يا ياسو انت جيت لا يا ستي لسه انت حوليتي مانا اللي بكلمك اهو خلاص يا عم ما تزقش ايه عم بتعملي ايه يا ستة رقايا بعلق الفانوس بقول لها الفانوس طب ما خلتيش مسعد يركبه ليه يا اختي لا ما هو انا خليت بابا بعته يتصحر ويفطر مع ولاده اول يوم بقى ولازم يقعد معاهم وبعدين يرجع تاني بعض يومين كده وبابا وافق اه وكمان هو كان واقف معايا وبيساعدني بس دخل هو وخالد يجيب الزينة عشان نكمل لتعليقها طب انزلي يا ستي وانا هكمل بجد يلا تعالى بقى عشان هتعبت من الشعلقة ويه يا اختي اللي جابرك على كده الله رمضان يا جدع جدع انزلي يا حلو انزلي يا ماما دحك عليها ونزلت وقالت له ادخل انا بقى اجهز الصحور مع ام مسعد ومع ماما كمان ماشي ادخلي وبعثي خالد بالزينة وانعلقها يا ستي حاضر دخلت جهز الصحور وبعد وقت ياسين اعلق الزينة ورقية حضرت الصحور والكل تجمع مع بعضها الصفرة مامة ياسين وبابا ومامة رقية واخوها خالد وكمان ابو رقية واخوها اخوها هاني اللي اصرت انهم يجوا يتصحروا معاها اول يوم في رمضان الكل اتصحروا في جوه كله حبه ومودة وبعد الصحور الكل انتظر صلاة الفجر الرجالة راحوا يصلوا في المسجد والستات صلوا مع بعض في البيت وبعدها الكل طلع ينام لاستقبال اول يوم في الشهر الكريم اشرقت شمسة اول يوم الكل كانوا صايمين الرجالة قاموا راحوا شغلوهم والستات كانوا في المطبخ بيجهزوا الفطار في بيت بدور مامتها ومرتات اعمامها قاموا صلوا فرضوهم وكل واحدة نزلت على شقة العيلة يجهزوا الفطار البنات كانت بتجهز العصائر والشباب تحت بيجهزوا المائدة الرحمن الكل كان بيعمل على قدم وساق لحبهم لعمل الخير وجهه وقت الفطار الكل تجمع الصفرة بعد ما قدوا صلاة المغرب كل واحد قال دعاء الافطار اللهم لك سمت وعلى رزقك افطرت لحد بقى الدعاء ويبتد انهم يكلوا بعد انتهاء الافطار كل واحد شرب المشروبات اللي بيحبها وانقضى وقت الفطار وجهه وقت صلاة العيشة والتراويح الكل راح الجامع نسبهم بقى بيصلوا والروح عند رقية ونوال نفس اللي حصل عند بدور حصل عند نوال ورقية وكل يوم هكذا لحد ما جه يوم عميل الكعك والبسكويت في يوم رقية وهم قاعدين بيفطروا كانت بتقول لها نونة حبيبة قلبانا حمدها قالت مادام فيها نونة وحبيبة قلبي يبقى فيه جريم قولي ياسين قال يا خوف يا بدران حماها قال بس يا واد ما لكش دعوة بيها قولي يا روك رقية قالت وربنا انت اللي نصفني يا ميدو في البيت ده ياسين قال وربنا انت اللي نصفني يا ميدو وربنا لو حد من الشرطة شاف كنت بتدلعيه كده هيقدمنا للمحاكمة العسكرية ابو قال بس يا لأ دلعي برحتك يا بيت يا روك وقولي عايزة ايه هقول بس ياسين مش عايزة يتريق علي حمدها وحمها قالوا ما تخفيش قولي عايزة اعمل الكحكة والبسكويت وبديفور هنا في البيت صلاة النبي يا احسن هنا فين يا باش مهندسها رقية